شهب قال أنه لا يلدي بدأ النهاردة أربعة حاتين، ثلاثة واحد أربعة، حاتين، ثلاثة واحد، هبة بدأ بها المباراة، ولا غيرها يثناء المباراة ولو كان يبدأ بها المباراة، كان يممكن Earn Levin питع بالأفشا ولو ما بدأش بها المباراة، فقال تدارجه في بداية الش عن화를 فيه هوا الاصرح هو من يمكن أن تدارك هاتفق مع شهب في جزء، واختلف معه في جزء الجزء sticking with the brush الجزء أختلف معه في يك ön إنه إحنا شفنا المطش اللي فات كان فيه كلاش صغير كده ما بين كولر والجمهور الراجل كان بيقوله فوق فوق لأ هو كولر لما بدأ المباراة ما كانش فوق خلص كان عنده مشكلة ألا وهي لأ هو بدأ المباراة 4-3-3 عادي جدا في الديان 9 والديان 10 نحضر الحالات في الديان 9 والديان 10 استقبل هجمتين اختراقات من العمق في ظاهر التمانيتين كان عادة نفس المشكلة إمام وديانج ما بيرجعوش في التوقيت المثالي لما بيطلع ديانج الفوق ولما بيطلع إمام الفوق مع دون مشكلة في العودة لأماكن التمركز اتضرب مرتين بين فرادين في الديان 9 والديان 10 بعدها مباشرة بعدها مباشرة اتحول اللاعب الـ 4-2-3-1 برجوع أليو ديانج جنب مروان عطية وقدامهم إمام الأهل يكمل بدأ إمام عشور ومش بلاي ميكر ملعبش بلاي ميكر مقدرش يلعب بلاي ميكر خالص هنقدر بالمناسبة ألعب بنفس الشكل ده مع رجوع إمام عشور في بعض الأحيان وأفش عمالها الشرط التاني أقلبها 4-3-3 في الحالة الدفاعية و3-3 عشان أقفل عرض الملعب معنديش أزمة أن أفش يلعب في 3 أو إمام يلعب في 3 هاتوا الحالاتة شباب اللي طلب أجيبه لكن لو هلعب 4-2-3-1 صريحة في الارتداء 4-2-3-1 وفي الحالة الهجمية 4-2-3-1 أفش طبعا الرقم واحد هو اللي يقدر يعمل ده فالبداية بص دي كانت البداية كريمة بص قال ليو ديانجي فين فوق إمام عشور فين فوق مروان عطيها تحت الواحد يعني 4-3-3 الاثنين فوق اهو بص الأهل يتضرب زي كمّل كمّل الهجم إمام خبالك عدايرة في مركز عشر ما نقول لها فوق لا لا ده هو فوق فوق الواحد وديانجي بقى فوق الواحد بص ديانجي لما رجع له هنا في تسعة ديها تسعة وتمانية واربعين ثانية لما عبل ما ديانجي رجع له انت اللقطة اللي قبلها ديانجي كان فوق على دارة السنتر لما رجع له تاني ديانجي كمّل كمّل الضرب راحة انفراد اللي بعدها دي كان تسعة خمسين كمّل شغلها محمد الشناوي اللي بعده بعدها بدقيقة تسعة سبعة واربعين الرجوع والارتداد البطيء برضو من ديانج ومروان ليه لان الكرة دي قطعت وديانج طالع في الهجمة ومروان طالع في الهجمة اتضربوا بمنتقى البساطة طبعا اربعة فلات وقفين ورا في خط الدفاع ودي الوقفة الطبيعية كمل رجع علي معلول لماها كمل الكرة اللي بعدها كترح انفراد بنفس الشكل اختراك من عمر على النادي الاهل كمل او الرجل راح انفراد لماها علي بصورة كمل الفرين من اللي بعد طيب هاتلي بقى دي دي احداشر هاتلي بقى الدقيقة تسعتاشر او تمنتاشر هاتلي الفرين اللي بعد على طول بص دي اه سبعتاشر بص هنا تاو تاو وكهرباء وحسين التلاتة اللي قدام الوقفة ده المسلس بقيا كان بقى التجاه الكرة ده عشان التجاه الكرة نحيط الشمال هتلاقي انه المسلس هوا اتنين اللي لعبت مركز ستة مروان عطية وقديمهم مع شور الفرين اللي بعده نفس الوقفة اليو ديانج مروان عطية وقديمهم امام عشور قلب الطريقة الاربعة اتنين تلقاته واحد بوجود امام هل قدر امام ينفذ ان هو يكون اللينكب او الرابط ما بين الثنائية اللي تحتيه الاثنين بيبوتس اللي هو اليو ديانج ومروان عطية وما بين الثلاثي الامامي لأ مقدرش يعمل ده عشان كده يا كريم احنا كنا نفرج على ناطش بع بعض واخنا بنتكلم ما بين الشوطين قلت لك اول تغييره قلت لك اول تغييره لازم يكون افشل او هيكمل كده انه امام يخرج ورغم ان امام كان من افضل لعب النادي لعلي في المباراة الاخيرة في المباراة اللي فاتت عشان بيلعب في مركزه الطبيعي الطبيعي لانهارده هو طلب منه يعمل دور ما عملوش طب ده يأكد ايه لو امام متحضر انه يلعب بمركز عشرة ما كانش يظهر بالشكل ده او انه الرجل في اختياراته من البداية كان خلى افشل وقعد امام او انه كان ادى تكليفات لامام عشور ويرايح ديانج انه هو اللي يلعب دابل بيفوت وما يطلعش من عمق الملعب وما يندفعش هجوميا وياخد تكليفات دفعية زي ما كان بيلعب مع الزمالك في وقت فريرة كل ده ما حصلش اوه ده حصل امتى بعد ما مشي بعد ما الاهل يروح عليهم هجمتين تراتة خطر من العمق راح موقف فالغلطة انه ما حضرش لكن هو فاء وهو ده بقى مارس الكولر مارس الكولر كان اوقات كتير حتى لو كان متأخر احيانا في التغييرات بس كان بيعمل تغييرات جوه الملعب بدري فكان مارس الكولر طول وقت انفوق الفرقة طول وقت شاديد الفرقة النهاردة ان هو ياخد القرار ده ان يقلب الطريقة من 4-3-3-4-2-3-1 بعد ديها 7-8 تحسب لمارس الكولر وبين شوطين بيعمل تغيير ده حدث اه طبعا طبعا ده الرجل هو عنده قانون ما اتكلمت معاه في النقه طريق قبل كده كان عنده قانون ديها 65 ها بيعمل انه فيش قانون للتغييرات براحت هو بقى عنده قانون هو عنده قارف ان هو بيدي فرصة للعناصر بما انه حضر للمباراة ساعة على الال 60 ديها الا لو في حدث جالت لكن النهاردة ان هو بيغير وبالمناسبة وده بيأكد لهو بقى انه النهاردة لما غيرت الامور زي الفول لي كان فيه ازمة عندك في وسط الملعب الخطين بعد عن بعد خط الوسط والخط الامامي نزلت العيب ربط افشا كان محور تحول كبير جدا جدا ناردة للمباراة تاي